مرحبا مواليد برش الميزان معكم كارمين شماس كيف بد يكون الأسبوع من الثانين سبعة للأحد 13 أيلول سبتمبر بهيدا الأسبوع في عنا أيام حلوة يومين مهمين جدا بالنسبة لأيكم رح بيساعدوكم بهيدا الأسبوع في عنا تأثيرات جيدة من كوكب عطارت كمان بتساعدكم لكن لازم تعرفوا لازم ارجع اذكركم أو يلي ما عم تابعني وجود الشمس كل هيدا الأسبوع ببرش العذراء هو بمثابة فترة استراحة بمثابة فترة إعادة تقييم للأمور وهدوء فلما بيكون عندكم يومين حلوين كل أسبوع أو استفيدوا منهم اشتغلوا عليهم لأنه بقية الأيام ما رح تكون هالأدية فعالة خلونا نبلش مع الأحوال الفلكية الثانين والثالاتة الأمر موجود ببرش الثور الصديق لأيكم نوعا ما لأنه برش الميزان وبرش الثور بيحكموا نفس الكوكب كوكب الزهرة اللي هو كوكب الحظ إذن الثانين والثالاتة يومين لبأس بهما وتذكروا أنتوا جايين من عبسة أسبوع متعبة ومرهقة إذن الثانين والثالاتة يومين مناسبين للتقدم لإعادة النظر في الكثير من الأمور ولتسهيل الأمور ولازم تنتبهوا لأوراقكم ما تطلعوا من بيوتكم من دون الأوراق الكاملة الملفات الكاملة لازم تكون معكم لأنه تنطلب منكم ويمكن يكون فيه جزء إذا ما حملين كل هذه الأوراق الكثير من مولي برش الميزان مطلوب منهم الثانين والثالاتة إعادة النظر بالأخطاء اللي صارت في الأيام اللي سبقتها خاصة تحديدا السبت والأحد يعني خمسة وستة أيلول سبتمبر مع احتمال أنه تغيروا فكركم وتحاولوا ترشعوا وتردوا الأمور لمجرها الطبيعي وانتبهوا من بعض الأمور الصحية التالية عند منتصف الليل توقيت بيروت يعني تسعة ونص تقريبا المساء التوقيت العالمي بينتقل الأمر لبرش الشوزاء اللي هو برش صديق لألكون وتبلش الأمور تتحسن بشكل كتير كبير ويستمر هذا الجو الإيجابي حتى الجمعة الساعة تمانية ونص صباحا توقيت العالمي 11.30 صباحا توقيت بيروت فترة وجود الأمر ببرش الجوزاء هي بصراحة ولازم تعرفوا هي أفضل فترة الأسبوع مشان هيك الأبراج الأسبوعية هي ضرورية تسمعوها لتعرفوا مسبقا كيف بتكون تبرمجوا شغلكون طبعا بالأبراج الشهرية أنا بحط الأيام الأكثر حظا لكل الشهر فمن أول الشهر فيكن تبرمشوا حالكن المهم حوالي 50 ساعة تقريبا بتكون هي الأفضل للتحرك كل شخص من موالي برش الميزان عنده مسألة مهمة قضية مهمة اتصال مهم شغلة مهمة زيارة مهمة ضهرة مهمة من المستحسن تكون بهذه الفترة فترة وجود الأمر برش الجوزاء لحتى ما توجعوا راسكن كتير الجمعة السيعة 11 ونص صباحا توقيت بيروت بنتقل الأمر لبرش السرطان وبيبقى ببرش السرطان حتى الأحد 6 ونص المساء توقيت بيروت هذه الفترة هي فترة متعبة هي فترة مرهقة فترة تحديات فترة بتقدم تحدي على مستوى شخصي مستوى مهني ومستوى حتى اجتماعي فترة مرهقة بتضوء ضوء ما في مجال تهربوا منا حتى مسائل صغيرة بسيطة مع أخواتكم مع عائلتكم مع جيرانكم معقولة تبهدل أو معقولة تتحديكم وتغير النظر عنكم كونوا حذرين خلال فترة وجود الأمر ببرش السرطان لأنها فترة تقدم لألكم منا لحالة بتحطكم أمام مسئولية كبيرة الخطأ ممنوع فيكن تتراجعوا لكن بتكون تضبطوها إذا كيف ما كان ما رح يمشي الحالة كونوا حذرين بيتحسن الجو الأحد المساء مع وصول الأمر لبرش الأسد يلي عم يتبع الملقارة الأمريكية يمكن الصبح أو الظهر الأمر بيكون صار ببرش الأسد ترتاحه شوي مش كتير ضلكن فتحين عيونكن شوي تبقى الموليدة اللي بعتبرها الأنشط بهذا الأسبوع موليد سبتمبر و1 ل5 أكتوبر كونوا حذرين 21-22 أكتوبر خاصة بالأيام الأقل حظا بيتمنى لكم أسبوع حلو تابعوا الأوراج اليومية والشهرية باي باي